مرحبا بكم أعزائي الطالبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الثالث متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الثاني الدرس السابع هذا الدرس يحتوي على موضوع الدعوات بالإضافة إلى إنشاء الوحدة الثانية اللي هو إنشاء إيميل دعوة نحن نعرف أن كل يونت بإنشاء لكن هذا اليونت بإنشاءين الإنشاء الأول هو إنشاء إيميل دعوة اللي رح نأخذ بهذا الدرس والإنشاء الثاني إنشاء الله نأخذ بالدروس القادمة قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب فيجي الفيسبوك كرساطة حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثالث متوسط نبدأ بالدرس يونت 2 لسن 7 اليونت الثاني الدرس السابع بالفقرة الأولى يقول لي read the emails and advertisements اقرأ الإيميالات منطيني ايميالات and advertisement والإعلانات هم كذلك منطيني إعلانيا and answer your teacher's questions about the two events وأجب على أسئلة المدرس عن هذين الحدثين بالبداية school graduation party حفلة التخرج المدرسي إذن من الحدث الأول أكو حفلة لتخرج مجموعة من الطلاب المدارس يقول لي and the amazing end of the year graduation party for students of القدس intermediate school حفل التخرج المذهل لنهاية العام لطلبة متوسطة القدس Thursday يوم الخميس 15th April في الخامس عشر من شهر أبريل اللي هو شهر رابع in the main hall of the school في القاعة الرئيسية للمدرسة doors open تفتتح الأبواب at 9.30 am ساعة بتسعة ونص الصبح party starts تبدأ الحفلة at 10 am في الساعة العاشرة tickets free التذاكر مجانية إذن الحدث الأول هو حدث عن حفلة تخرج مجموعة من طلاب مدرسة القدس المتوسطة يوم الخميس في القاعة الرئيسية هذين التواريخ رح يسألكم عليه الأستاذ الداخل الصفك التحضير يومي الباب مالقاعة تنفتح ساعة بتسعة ونص والحفلة تبدأ ساعة بالعشرة الحدث الثاني the greatest show on earth أفضل العروض أو أعظم العروض على الأرض happy town circus is coming to الجادرية for one week from Saturday 18 March سرك المدينة السعيدة قادما في مدينة الجادرية لأسبوع منذ يوم السبت الثامن عشر من شهر مارس door opens at 7.30 تفتتح الأبواب الساعة السابعة والنص the show starts at 8 pm أما الحفل أو هذا العرض العرض السركي يبدأ في الساعة الثامنة seat المقاعد يعني سعر المقعد إما عشر تالاف أو عشرين ألف أو ثلاثين ألف دينار عراقي to book on the internet لكي تحجز عليك زيارة الموقع هذا الموقع مالتهم visit our website قم بزيارة موقعنا منطيهم الموقع اللي يقدرون يحجزون به التذاكر إذن عبارة عن حدثين الحدث الأول حفل تخرج مجموعة من طلاب المدرسة مدرسة القدس و الموضوع الثاني عرض للسرك في الجادرية الآن قرنا الحدثين أو العلانين وراها أندي همينا منطيني إيميالين الإيميال الأول from janet من ابنية اسمها janet to maryam إلى صديقتها مريم subject موضوع هذا الإيميال re graduation party حفلة التخرج يعني جانيت تدعو مريم لكي تأتي لحفلة التخرج هاي مريم مرحبا يا مريم I've got two tickets for the school graduation party عندي تذكرتين لحفل التخرج المدرسي on thursday يوم الخميس you must come يجب أن تأتي the performances are always really good الإداءات أو هذا العرض اللي رح يقدموه جدا جيد it starts at 10 a.m. تبدأ في الساعة العاشرة but we need to be there by 9.30 a.m. لكن المفروض احنا نكون هناك ساعة بتسعة ونص let me know tomorrow so I can give you the ticket قليلي أو رديلي خبر يوم غد على مد أقدر أنطد تذكرة to someone else لشخص آخر if you can't come إذا ما قدرت تتجين أنت إذن الإيميال الأول تدعوها إلما للحدث الأول اللي هو حفل التخرج المدرسي أما الإيميال الثاني همنا واحد اسمه خالد دازل واحد اسمه أحمد الموضوع السيركس اللي هو السيرك hello أحمد مرحبا يا أحمد the circus is in a town next week for one week يقول لك عرض السيرك سوف يكون في المدينة الأسبوع القادم لأسبوع كامل يعني يظل مستمر هذا العرض لمدة أسبوع I've been before and it's fantastic يقول لك أنا رايح لهذا العرض المسرحي أو هذا العرض السيركي من قبل وهو جدا مذهل Do you want to come هل ترغب بأن تأتي Are you free on Tuesday هل أنت فارغ يوم الثلاثاء or Friday is better for you أو يوم الجمعة أفضل إلك لأنه بعتبار يستمر أسبوع كامل في التبكية لو تختار الجمعة لو تختار الثلاثاء I can get tickets on the internet يمكنني الحصول على التذاكر من الانترنت Please let me know as soon as possible رجاءا قم بإخباري أو رد لي خبر بأقصى سرعة because I think it will be very popular لأن هذا الحدث رح يكون جدا مشهور The seats cost up to 30 IQD المقاعد أغلى شيء 30 ألف دينار عراقي shall I get the cheapest تريد أن أجيب أرخص شيء أرخص التذاكر هذا ما يخص الإيمي قرناهم مثل ما أطربوا عندي قلي إقراهم والأستاذ رح يصيلك عليهم مجموعة من الأسئلة ما الأسئلة رح يسألني يا أستاذ بداخل الصفقة التحضير يومي هسا رح نجيهن بتمرير رقم واحد ما الأسئلة رح يسألك يا أهن لكن قبل ما ننتقل لتمرير رقم واحد لأنه شي يقول لي study the dialogue below about the school graduation party role play similar dialogue about the circus أنا منطيني محادثة بين شخصيات اثنيا يقول لك الطالب الأول يقوم يتحدث هذا الجمل والطالب الثاني يقوم يتحدث هذا الجمل مثلا الطالب الأول يقول له hi would you like to come to the school graduation party هذا الطالب الأول يتحدث مرحبا هل تود أن تأتي إلى حفلة التخرج المدرسي فالطالب الآخر يرد عليها باللون الأخضر شي يقول له يقول له oh that sounds good ذلك يبدو جيدا when is it متى هذه الحفلة يقول له on Thursday يوم الخميس وأنه يرد عليها وهكذا إذن محادثة بين طلاب اثنين الطالب الأول يتحدث هذا الجمل اللي باللون الأسود والطالب الثاني يتحدث ثذين الجمل اللي باللون الأخضر ويسوون محادثة بداخل الصف كلا نشاط صفي لتطوير مهارة المحادثة غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي الآن نتعرف على هذه الأسئلة اللي راح يسأله الأستاذ بداخل الصف كالتحضير يومي عن هذين الإيميالين أولا والحدثين بشكل عام شي يقول لي بتمرير الرقم واحد يقول لي لك The advertisement on your students book complete the table about the events انظر إلى هذه الإعلانات أو هذه الإيميالات اللي كتاب الطالب اللي قرناها قبل دقائق وحاول تملأ هذا الجدول هو هذا الجدول عبارة عن مجموعة من الأسئلة عن هاي الحفلتين فيقول لي باوع على هذين الإيميالين أو الحدثين التقرير التفاصيلهن وجاوبني على هذه الأسئلة راح يسألك إياها يعني مثلا شوفوا مقسم لي إياها قال لي The graduation party حفلة التخرج Where أين أين تقع حفلة التخرج هو مجاوب The main hall of the school في القاعة الرئيسية والمدرسة Which days يا يوم احنا ذكرنا أن حفلة التخرج المدرسي يوم الخميس فأقول لي On Thursday 15th of April يوم الخميس الخامس عشر من شهر ايبرل What time ساعة بيش قلنا أن الأبواب تفتح ساعة تسعة ونوص لكن الحفلة تبدأ ساعة العاشرة فأقول لي At 10 am How much جد سعر التذاكر قلنا التذاكر سعرها free مجاني How can I get ticket شون قدر حصل على التذاكر هو ما منطيني موقع أو مكان نحصل من عنده مجرد الأصدقاء بيناتهم يتبادلون التذاكر زين الحفلة الثانية أو الحدث الثاني اللي هو حفل السرك Where أين قلنا بالجادرية Which days أي الأيام لمدة أسبوع من يوم السبت الثامن عشر من شهر مارس What time ساعة بيش قلنا أن الساعة بثمانية يبدل حفل How much مجرد سعر التذاكر 10,000 و 20,000 و 30,000 دينار أرابي How can I get the tickets شون قدر حصل على التذاكر قلنا أكو موقع لازم نحجز عن طريقة فأقول له On the internet website على موقع الانترنت هذا ما يخص الأسئلة رح يسألها أستاذ الداخل الصفكة تحضير يومي عن هذه الحدثين أو هذه الإيميالين كنشات صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى موضوع مهم جدا اللي هو موضوع Making invitation عمل الدعوات طلاب شنه هو عمل الدعوات مبدئيا يقول لي يقصد بالدعوة هو كيفية عمل صيغة دعوة لشخص ما للذهاب لتناول شيء أو دعوة أخرى ونستخدم التعابير التالية أنا مثلا أريد أعزم صديقي على كوب شاي على كوب قهوة على أكلة معينة على مكان معين إذا أريد أدعو زميلي أو أعزم زميلي على هذا المكان نستخدم أحد هذه العبارات التالية شنه العبارات ركزوا يا طلاب وحاولوا تحفظون أولا أدي Would you like Would you like معناها هل تود أو هل ترغب يش يجي وراها يجي وراها to زادا فعل مجرد ما افتهم تستاذ شلون يعني مثلا أريد أعزم زميلي أن نروح للمجمع أقول له Would you like to go to the mall هل ترغب بأن تذهب للمجمع Would you like to have tea هل ترغب بأن تحظى بشاي ده أريد أطيب دعوة أريد أعزمه أقول له شنه رأيك نروح نشرب شاي Would you like to have chicken هل ترغب بأن تحظى بدجاج أعزم على دجاج إلى آخره أو أقول له Would you be free to زادا فعل مجرد هسا Would you like to وفعل مجرد هذه القاعدة الأولى Would you be free to وفعل مجرد هم يجي وراها to زادا فعل مجرد نفس الكلام مثلا أقول له Would you be free to come to my party هل ترغب أو هل أنت فارغ لكي تأتي إلى حفلتي Shall I زادا فعل مجرد زادا you هنا أنا مثلا أقول الزميلي Shall I get you a cup of tea هل لي أن أحضر لك كوبا من الشاي هنا أنا Shall I هل يجي وراها ما يجي وراها to وفعل مجرد لا يجي وراها فعل مجرد وورا الفعل المجرد you Are you free on زادا ظرف الزمان هنا أنا ما عندي فعل طلعا بركزه Are you free يجي وراها ظرف زمان ظرف زمان سقد يكون يوم من أيام الأسبوع شهر من أشهر السنة إلى آخره مثلا أقول له Are you free on Saturday هل أنت فارغ يوم السبت أنا إذا أشوفه فارغ يوم السبت على أمود وراها أقدر أعزمه على فد موضوع معين أو فد مكان معين أو فد أكل معين شون يعني على سبيل المثال قلت لك Shall I get you a cup of tea هل لي أن أحضر لك كوبا من الشاي شوفنا هنا Shall I زائدا get فعل مجرد زائدا you زائدا التكملة Shall I get you a cup of tea هل لي أن أحضر لك كوبا من الشاي Would you like to come to the party شوفنا هنا Would you like اجي وراها أجي وراها to زائدا فعل مجرد زائدا التكملة إذا نحفظوا إياها قاعدة الودي لايك أجي وراها to زائدا فعل مجرد Are you free on Thursday هل أنت فارغ يوم الخميس أو أقدر أقول على سبيل المثال Would you be free to زائدا شنو فعل مجرد على سبيل المثال أقول له Would you be free to Go to the mall هل أنت فارغ لكي تذهب إلى المجمع دا أدعو زميلي أن نذهب إلى المجمع هسه ش أريد من عندك أدي ثلاث ملاحظات جدا 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 مهمات لازم تركز عليها أن تحفظها في حال وجود your بالسؤال تقلب إلى my وال you إلى me أنا بالسؤال منطيني your من يمي قبل أحولها إلى my أوقف أستاذ لي شن الفكرة من هذا طلاب أنا ش أجي أقول لك أقول لك ادعو زميلك لكي يأتي لحفل عيد ميلادك مثلا عاسم المثال your birthday عيد ميلادك فأنت من تروح لزميلك تدعو لحفل عيد ميلادك شو تقول له would you like to come to my party هل ترغب بأن تأتي لحفل عيد ميلادي آني أنا لما أقول لك روح ادعو أقول لعيد ميلادك أنت أنت لما تروح تدعو تقول لعيد ميلادي آني فإذا اليور تتحول إلى my will you تتحول إلى me بنفس الطريقة هس راح تجينا أمثلة ووضح لكم هاي بالتفصيل الملاحظة الثانية اللي لازم تركزون عليها تبدأ جملة الدعوة بعد تو بعض الطلاب تذكرون بالموضوع ما اللايك والديسلايك أغلب الطلاب ما يعرفون أن الجملة اللي يجيبون لهم يا بالامتحان كلها مهمة أنا فقط أخذ من عدها الفعل أو الاسم وعلى أساسها أشتغل على القاعدة مالتي هنا نفس الطريقة أو نفس المشكلة راح نواجهها أنه إحنا ما نعرف جملة الدعوة تبدأ جملة الدعوة بعد تو حيث غالبا ما يكون الفعل المجرد بعد تو هسنا نحن نجي نوضحها بعد ملاحظة ثالثة في حالة عدم وجود فعل دعوة بعض الأحيان ما يجيب لي فعل دعوة لازم أنا أجيب من عندي فعل دعوة شون أجيب فعل دعوة مناسب نستخدم قومة على الأماكن العامة نستخدم كمل للمناسبات الخاصة والهاب مع الأكلات والمشروبات أوقف أستاذ كل شي ما افتهمت شلون يعني؟ هس بالك ويايا طلدة راح نطبق هذه الملاحظات على هذا الأمثلة الوزارية للسنوات السابقة جدا ركز ويايا على ذن الأمثلة الوزارية Invite your friend to come to your birthday party أنا شون عرفت أنه دعوة Invite إما يقول لي Invite أو يقول لي Invitation شنو Invitation؟ دعوة هسه عرفنا أنه إذا قل لي Invite أو قل لي Invitation هنا تنمعناها موضوع عمل الدعوات يقول لي Invite your friend ادعو زميلك to come أن يأتي to your birthday party اللي حفل عيد ميلادك مبدئيا الملاحظة الأولى شو تقول؟ تقول تبدأ جملة الدعوة بعد تو هذه تو إذن هذه جملة الدعوة مالتي ركزوا يا شفط الله أنا هذا اللي راح أستخدمها باقي الجملة مالي علاقة بي كل ما يفيدني تمام؟ إذن عرفنا أنه هذه جملة الدعوة بعد تو حيث غالبا أنا كاتب لك الملاحظة حيث غالبا يأتي فعل الدعوة بعد تو هذه الملاحظة الأولى خلصنا من عدها الملاحظة الثانية اليور تتحول إلى my حولنا اليور إلى my will you إلى me عندي you لا أستاذ على الملاحظة الثانية الملاحظة الثالثة شو تقول؟ تقول في حالة عدم وجود فعل دعوة نأتي بفعل دعوة من عدنا أنا عندي فعل اللي هو شنوه؟ الكم بما أن عندي فعل دعوة ما يحتاج أن أجيب من عندي أجي يقول لي طبق يا قاعدة would you like قاعدت أجي أطبق قاعدة would you like شو تقول؟ حافظيها أنتو would you like زائدا شنو؟ to زائدا فعل مجرد شنو الفعل المجرد؟ come أنا نزل الكم would you like to come زائدا تكملة الجملة to my birthday party أنا اليور حولتها إلى my طبعا بالنهاية علامة السؤال لأنه قاعدة الوديلاء كذا انتبهت لها تنتهيب علامة استفهام شوفوا طلاب هنا أنا أريد أوضح لكم ليش حولت اليور إلى ماي هو ش قال لي؟ قال لي ادعو صديقك لكي يأتي لحفل عيد ميلادك أنت فأنت من تروح زميلك تدعوه تقول له هل ترغب بأن تأتي لحفل عيد ميلادي آني؟ فهو دي يقول لك ادعو لحفل عيد ميلادك أنت أنت من تروح تدعوه تقول له تعالي لحفل عيد ميلادي آني إذن اليور يجب أن تتحول إلى my المثال الآخر invite your friend to your wedding on Saturday use free شوفوا هنا أنا يقول لي استخدم free أوقف أستاذ أنا عندي اثنين free are you free؟ زادا ظرف الزمان would you be free؟ زادا انتو زادا فعل مجرد ابكي أفك إنت تستخدم القاعدة اللي تريدها شوفوا هنا منطيني ظرف زمان إذن أقول له are you free on هل أنت فارغ يوم؟ يا يوم Saturday يوم السبت أصبحت جملة دعوة أو أقدر استخدم قاعدة free الثانية شو تقول؟ would you be free to زادا فعل مجرد أوقف أستاذ الفعل المجرد ما موجود هذه جملة الدعوة بعد التو يعني هذه جملة الدعوة وما عندي فعل your wedding حفل زفافك on Thursday يوم السبت ما بيها فعل إذا ما قد فعل أجيب من عندي طبي would you be free to شنو فعل المناسب لهذه الجملة؟ حفل زفافك أنت تعتبر من المناسبات الخاصة؟ فش استخدموها حسب الملاحظة الثالثة التي ذكرناها قبل دقائق؟ أقول لكم هل ترغب بأن تأتي؟ أو هل أنت فارغ لكي تأتي؟ أكملها يوم السبت يوم السبت هل أنت فارغ لكي تأتي إلى حفل زفافي؟ هل أنت فارغ لكي تأتي إلى حفل زفافي؟ تقدرون تكملوها on Saturday يوم السبت إذن هذه طريقة وهذه طريقة ثانية لكي نستخدم لي قاعدة free مثال آخر shall I احنا لقدنا shall I شيجو وراها؟ فعل مجرد لو 2 زادا فعل مجرد لو فعل يحمل A&G أكيد فقط فعل مجرد shall I get you a cup of tea؟ هل أن أحضر لك كوبا من الشاي؟ مثال آخر invite Ali to come to your brother's wedding نفس الفكرة to هذه جملة الدعوة ندعو زميننا لحفل زفاف أخي قال لي free نفس الفكرة أقول له would you be free to to زادا فعل مجرد شنو فعل مجرد؟ come هل ترغب بأن تأتي to اليوم شيصير؟ صير my to my brother's wedding هل ترغب بأن تأتي أو هل أنت فارغ لكي تأتي إلى حفل زفاف أخي؟ أو استخدم الفريد الثانية استاذي الفريد الثانية ما أقدر استخدمها ليش؟ لأن ما عندي ضرب زمان عفيا إذا ما عندي ضرب زمان ما أقدر استخدم القاعدة الفريد الثانية هنا أنا بالله عندي ضرب زمان اللي هو الساتردي أما هنا ما عندي ضرب زمان فما أقدر استخدم القاعدة الثانية المثال الثاني make invitation to your teacher for a cup of coffee سوي دعوة لمدرسك على كوب قهوة قال لي ود لايك نفس الشيء شن القاعدة؟ قاعدة الودي لايك أقول له ود يو لايك زاعداً تو زاعداً فعل مجرد هنا أنا ما منطين فعل فقط قال لي أعزم مدرسك على كوب شاي كوب الشاي بتعتبر من المشروبات شن الفعل المناسب إليها؟ الفعل هاب قلنا بالملاحظات إذا كانت من مأكولات المشروبات نخذ الفعل هاب ود لايك تو هاب زاعداً التكملة شن التكملة؟ كوب أو كافي هل ترغب أو هل تود أن تحظى بكوب من القهوة أصبحت جملة دعوة هذه الأمثلة اللي حليناهن كمقدمة للأمثلة الوزارية اللي راح نحلهن طلاب هذا الموضوع بالامتحان الوزاري يجيك بصيغة وحدة ودائماً متكررة ومتشابهة شوف هنا أنا شي يقول لي يقول لي هسا أولاً جملة الدعوة وينها؟ بعد التو هذه أدي فعل وأدي تكفل استخدم لي قاعدة تحفظون قاعدة الودي لايك هل ترغب بأن تأتي لحفل التخرج المدرسي؟ أصبح جملة دعوة مثال آخر أدعو زميلك لكي يأتي لحفل عيد ميلادك نفس الفكرة وين جملة الدعوة؟ بعد التو هذا الفعل أجي زاداً تو زاداً فعل مجرد أدعو زميلك لكي يأتي لحفل عيد ميلادك هل تود أن تأتي لحفل عيد ميلادي؟ مثال ثالث فن وأدعو زميلك لكي يأتي لحفل زفاف أخوك نفس الفكرة وهنا جملة الجعوة بعدها to شنو يا قاعدة أنا لم أحددني بقاعدة كيف أستخدم القاعدة التي أريدها فأقول له would you like to my brother's wedding هل ترغب أن تأتي لي حفل زفاف أخي مثال الثالث invite your friend to come to the theater أدعو زميلك لكي يأتي للثياتر للمتحف هم قال استخدم لي would you like فأقول له would you like زادا to زادا to come زادا التكملة would you like to come to the theater هل ترغب بأن تأتي للمتحف invite your friend to go with you on a picnic شوفنا هنا جملة الدعوة وين جملة الدعوة بعد to الفعل go هل يوش يصير اليور يصير معي يوش يصير يصير مي فأقول له would you like to go with me هل ترغب أو هل تحب أن تأتي معي في نزهة invite your friend to have a cup of tea with you يوش يصير يصير مي جملة الدعوة وين بعد to هذا الفعل المجرد أقول له would you like to have a cup of tea with me هل ترغب بأن تحظى كوب شاي معي وهكذا هل تشوفون نفس الأمثلة يتكرر بهم بالامتحانات الوزارية للسنوات السابقة بعد use would you be free هالمرة قال لك هل تريدك تستخدم would you be free to invite your friend to come شوفنا هنا وين جملة الدعوة هذه come to your birthday party اليور ش يصير يصير مي أقول له would you be free to come to my birthday party هل أنت فارغ لك هيتأتي لحفل عيد ميلادي وهكذا هذه الأمثلة الوزارية للسنوات السابقة الي صادفتنا عن هذا الموضوع حالوا سجلوهم بالدفترة تحفظوهم لأنها مهمات جدا ويمكن تتكرر بالامتحانات الوزارية للسنوات القادمة إن شاء الله هذا الموضوع الوزاري شوفت ان انا جد متكرر بالامتحانات الوزارية للسنوات السابقة اذن الأمثلة الي حليناها كلنا أمثلة وزارية حالوا تركزون عليها الآن ننتقل لكتاب النشاط تمام رقم 2 أكمل الجمل بكلمات من الصندوق شوفوا طلاب شنو معنى بتر أفضل يكلف تجيب معنى مجاني وتجيب معنى حر أو فارغ هل أنت فارغ يوم الخميس وهكذا يحتاج يفضل شل إذا أجدت البداية الجملة معناها هل هل لي أن أحضر لك كوب من الشاي أو هكذا تبدأ هم معنى تجيب معنى هل ركزوا يا آية فراغ هل أنت فارغ يوم الخميس هل يوم الجمعة فراغ لك هل جمعة أفضل لك تتفضل يوم الجمعة بعد أخبرني إذا كنت فراغ الخميسة من الجمعة أخبرني إذا كنت تفضل تفضل يوم الخميس أو الجمعة نحن لا فراغ أن نحصل على التذاكر مقدمة نحن لا نحتاج أن نحصل على التذاكر المقدمة إنها فراغ في الساعة الثامنة أكيد أنها تبدأ في الساعة الثامنة المقاعد تكلف تكلف من المقاعد 15 ألف دينار عراقي فراغ فراغ أن أحضر بالأرخص أرخص التذاكر هل تريدني أن أحضر بأرخص التذاكر هذا ما يخص تمرير رقم ثنيا هذا التمرير بعض الشيء مهم من الممكن أن يأتي له مثل ما هو على شكل اسقاطات ننتقل إلى تمرير رقم ثلاثة يقول لي يقول لي يقول لي أنت فكر في حدث تود أن تذهب إلي أكمل الجدول عن هذا الحدث مثلا اسم الحفل أنت هنا لازم تكتب اسم الحفل مثلا قبل شوية إلا أخذناه بداية الدرس مال حفل السيرك حفل التخرج حفل التخرج نوع هذا الحفل أو نوع هذا الحدث مثلا حفل التخرج حفل زفاف حفل الحصول على مولود جديد حفل نجاح حفل نجاح حفل 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 لذلك الإنشاء اللي راح نكتبه اللي راح نطلع لكم أيام حاولوا سجلوا بالدفتر وتحفظوا لأنها مهم جدا بالامتحان الشهر الثاني وامتحان نصف السنة والامتحان الوزاري مبدأ يعني يقول لي اكتب إيميل اكتب إيميل دعوة لزميل أو لصديق لزيارة حدث معين أو حفل معين فلازم أبدي أنا دائما لازم أقول من من اللي كاتب الرسالة أنا اللي كاتب الرسالة طاها فأقول لها من تتكاتب هاي الرسالة إلى واحد اسمه ناصر وراها أبدي أقول له ناصر أو ناصر فمثلا يقول له مرحبا يا ناصر هل أنت فارغ يوم السبت؟ الأسبوع المقبل لأنه عندي تذكرتين لحفل تخرجي وأرغب منك بأن تأتي الحفلة راح تكون ممتعا وأأمل بأن تستمتع بوقتك معي سوف تكون في فندق البارون وتبدأ في الساعة الخامسة في المساء تذكر بأن تأتي للحفلة في الوقت المحدد أنا سوف أنتظرك إذا لاحظتوا شغلة كل شيء أنا أستخدم أدوات الدعوات مثل والتبار هو دي يقول لي أدعو زميلك فأول شيء قلت له أريد أن تدعوك أريد أن تدعوك أو أريد أن تدعوك إلى آخره هذين الأدوات اللي أخذناهن بعمل الدعوات استخدمتهم على مدة أثبت لأنه أنا أدعو زميلي لحفل معين بالأخير لازم تكتب اسمك أنت كاتب الرسالة اللي هو وطاها اللي كتبت بالبداية فهذه الهيكلية طبعا بمناسبة تذني الأمور الثانوية عليها ثلاثة أو أربعة درجات بين امتحان الوزاري بالأضافة إلى عنوان الانشاء وباقي الدرجة تتوزع على هذا المقطع النصي اللي تدعو بي زميلك اللي يحفل معين هذا ما يخص تمري رقم أربعة اللي هو انشاء الوحدة الثانية حاولوا تكتبوه بالدفتر وتحفظون أنه مهم جدا بالامتحان التحريري وامتحان الوزاري هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا أن ندرس مهم جدا بموضوع عمل الدعوات وبإنشاء الوحدة الثانية بالإضافة إلى بعض التمارين اللي ممكن تجينا على شكل السقاطات أما باقي الأنشطة أنشطة صفية غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشافوي ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو أضافة تحبوهم تقدموهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر